مجددا يثبت الشباب العراقي وحقيته ببناء وطنه المنشود بعيدا عن تحكم الأحزاب الفاسدة والميليشيات الموالية لقوى الخارج حملة شبابية لإغاثة النازحين في مخيمات محافظة السليمانية التي تتعرض لأحوال جوية صعبة وسقوط كثيف للثلوج نحن مجموعة من الشباب كمتطوع بعدة مهرجانات وعدة فرق تطوعية فمن شفت المنشورات أن هناك أخواننا مخيمات في أقليم كردستان احتاجوا البطانيات بسبب شدة البرد وبسبب هذه الأمور فاطلقت هاشتاغ اسمه همة عراقية بدأت الحملة بستة من الأصدقاء ثم ما لبثت أن اتسعد دائرتها لتشمل متطوعين من مختلف أنحاء العراق ولتتسع كذلك جهود الإغاثة من توفير الأغطية إلى توفير الملابس والمواد الغذائية في عمل جاء ليسد النقص الذي خلفه التقصير الحكومي في هذا الشأن هناك تقصير حكومي مع النازحين أكيد ولو لا هذا التقصير لما كانت النازحين حاليا ساكنين في هذه المخيمات بدون ما رجعوا إلى بيوتهم ومساكنهم صار كذا سنة من اتحررت المناطق التي كانت تحت يد الأرهاب لكن إلى حد الآن كل هذه السنوات ما قدرت الحكومة أن ترجع ذلك النازحين إلى محافظاتهم الإهمال الحكومي للنازحين في المخيمات وفي غيرها دفع الشباب العراقية إلى محاولة تقديم الدعم الممكن لهؤلاء النازحين غير أن ذلك في رأي مراقبين لا يرفع المسؤولية عن الطبقة السياسية التي تنشغل قواها بالصراع على المناصب ولو كان ذلك على حساب النازحين وتفاقم معاناتهم